مش عايز اتجوز يا امي مش عايز انا مش عايز وانا اخدت نصيب من الدنيا خلاص ومش عايز اتجوز بعد يدينا اللي يرحمها انا مش ابن عشرين علشان تقوليلي حتجوزيني واه حتجوز ورجلك فقرى جبتك ده انت كبير الصعيد يعني لازم يكون عندك عالي مش ودوى اللي اتنان امي انا عندي مريم بالكل وانتي كنت بتحبيه ايش معنى دلوقت كرهتيه واه اكره احفادي ليه جاسيا معنديش قلب انا عايز رجالة من صلبك يسندوك ومرتك الله يرحمها ما فيش حل غير انك تتجوز وانا نجيتلك ايه بنت تقول للجمر جوب ونعط مكانك واخوتها مخلفين بدل العيل عشرة امي انا مش هتجوز انا مش هجرب من واحدة تانية غير دين الله يرحمها فما تحطيش امال اني هتجوز وخلف كمان والله وكبرت وبتعسى كلامي يا ابني بس انا حقولك حاجة انا سكبت على ديني رغم انها ما خلفتش غير بعدي تلات سنين وانا وانت عارفين العف فيها وما قلتلكش ساعتها تجوز عليها علشان ما اجرحاش بس هي ماتت دلوقت ولو ما تجوزتش انسان يعيش وطلعت قودتها وكانت في غاية الغضب والحزن يا رب ريح جلبي يا رب نفس افرح بعياله يا رب ليه يا امي ليه وانت اللي عليها وهو حزين وفتح الباب لقاها بتعين اخدها في حضنه بحنية خلاص يا امي انا موافق ما تعيطيش بقى بجد يا ابني يعني حفرح بعيالك ان شاء الله يا امي حارف امتى ندفن وتشوف العروسي والروح النهار دي الساعة سبعة ان شاء الله ايوه يا امي ان شاء الله ورحوا في معادهم وكانت ترحيب عظيم جدا ولكن كانت الصدمة الحازم تعالوا نشوف ايه اللي حصل هو انت وهنا تحولت نظرات الخجل منها الخوف وجريت على طل جوه يلا يا امي في ايه يا حازم قعد وقعد احترام لكلمة امه والاب هنا استأذن ودخل لبنته في ايه يا حازم يا امي البنت دي غلطت فيها كنت راكب رهوان وهي كانت بتلعب بالطيارة وتساعد ولد وبنت وما اخدتش باله ووجعتني كمان مش هنا المشكلة المشكلة انها جاعدت طاعت وتقول انت شرير ووحش وشطمتني كمان انا بصت لها بغضب وزعقت لها كمان وسكتت بعضها وانا مشيت وسبتها دي طفلة قوي يا امي والله مش هتنفع زوجة لي هي دي اللي هتنفع وكن ابي ليها كمان انا مبرجعش في قرار اخدته وانت عارف حاضر يا امي حاضر وهنا دخل الاب بخجل انا اسف على اللي بنتي عملت بس هي بتحب الاطفال وزعلت لما الطيارة وقع حصل خير يلا بقى انده لعروستني بلاش كسوف ده فرحهم كمان اسبوع تتكسف من اه وهنا كانت الصدمة وما ادراكة ما الصدمة حزم الدبس يا عيني يا ضنايا يا حزم وفعلا جت ياسمين وقعدت معاه وبعد شوية استأزنت ودخلت وعدى الاسبوع هوا حد ما جت ليلة العمر ورقص الرجالة بفرحة والستات بحاجة من جمال ياسمين وخلص الوقت وطلق حازم يشوفها عروسته لقاها نايمة بصرها بعطب وعور نفسه ورمى المنديل من الشباة طرب النار اشتغل وهي لسه نايمة واخر ما زهق لف ايديه ونام جنبها وتاني يوم جت لهم الصباحية فوق وياسمين كالت بنهب لحد ما حازم زهق وقال نزل يشوف مصالحه وفعلا لبس ونزل بس ثمه طلعت له وقالت له ما يصحش يا حازم وهو طلع فتح الباب وانصدم لما لقى ياسمين مطلعة بدلة رأسم الجهاز بتاعها وبطرقص على اغاني شعبية وهي على الترابيزة لحد ما شفته وهو قرب منها جامل وهي حاولت تنزل بخجل وخوف بس كانت حتقع وهو لحقها وانصدم بجمالها وبص لها التواهين وقرب منها وهي تاهت من لمسته ونظرته لها وسكتت شهرزات عن الكلام جير المباح واصبحت ياسمين زوجته كولا وفعلا حازم بغمزة وجرأ مبروك يا عروس ياسمين ردت عليه بخجل ودخلت في حضنه اكتر كأنها بنته شوية وسمعه خطة على الباب وكان العشن نزلوا وكلوا وحازم راح لمريم وياسمين راحت وراه ودتة بتحاول تنايمها بس مريم بتعايف خدتها ياسمين وبدأت تهديها بحب وهدية مريم بين أحضنها وهنا همس لها حازم وقال لها شكلها مش الوحيدة اللي بتطور في حضنك ممكن ناخدها تنم معنا انت بتتكلمي جد اه انا بحب الأطفال جدا بعد إذنك خلي حد يجيب سراره وراحت قدتهم ونيمتها وحازم دخل وراه وبصلها بإعجاب تعال اقعد جنبي وجه فعلا وبدأت تتكلم معاه انا عارفة انك كنت بتحب مامتها وانا هحترم ده لان اكيد ليكم ذكريات حلوة واجمل حاجة جات لك كات مريومة فانا هكون امي ليها لحد ما تكبر وانا عايزك تحتفظ بالذكريات مامتها علشان لما تكبر مريومة مش حابق زعلانة بالعكس انا بحب الوفاء عارفي انت بجد جميلة جميلة من جوة ومن برا وشكل ححبك بصت له ياسمين بخجل وسكتت عد شهر واحد وياسمين بقت حامل وبعد تسعة شهور جابت ياسمين ولد زي الأمر واخد ملامح ابوه واسمه فارس ورغم ده عمرها ما نسيت مريوم ودايما كانت في حضنها ولما فارس كبر كانت بيتغير على مريوم منه وكانوا دايما بيتحكوا عليها وعيشوا حياة جميلة وتوتا توتا خلصت الحدوتة طالما عارفة من الأول ان في حد في حياة جوزك ما تزعليش ازعلي لو عارفت ان في حد دخل حياته والحد هنا تكون خلصت حكايتنا واستنونا في حكاية جديدة ترجمة نانسي قنقر